عامل الشاذلي بن جديد في شبابه ضابطاً في جبهة التحرير الوطني التي قادت الثورة ضد الاستعمار الفرنسي قبل أن يصبح بعد الاستقلال قائداً عسكرياً لمنطقة وهران تولى بن جديد رئاسة الجزائر في الفترة ما بين عام 1979 وعام 1992 ليصبح ثالث رئيس للبلاد يعود الفضل إلى الرئيس الأسبق في إرساء الطابع الديمقراطي على مؤسسات البلاد حيث أشرف على دستور جديد فتح العمل الحزبية في الجزائر بعد 26 عاماً من حكم الحزب الواحد وأقر ذلك الدستور بعد صدامات دامية بين قوات الأمن والمتظاهرين سقط فيها مئات القتلى فيما يعرف في الجزائر بأحداث أكتوبر في نهاية عام 1991 فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالدورة الأولى من الانتخابات التشريعية لكن الجيش أوقف الانتخابات وغرت البلاد بعدها في حرب أهلية أوقعت نحو مئتي ألف قتيل وبعد إلغاء الانتخابات استقال بن جديد وفرضت عليه الإقامة الجبرية في وهران وهي قيود لم ترفع عنه إلا بعد ما جئ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم عام 99 حازم الخولي بي بي سي